في هذا الفيديو حنجاوب حل اسم تحان رضيات صف ثالثة تنوي الدور الثاني العام الماضي فحنقسم الفيديو هذا على حسب الأبواب الموجودة ففي السؤال الأول يقول لك حنيتم نبدو في المحددات والمصفات أول سؤال يقول لك المحدد اللي هو ثلاثة وناقص واحد واثنين وسفر وسفر واحد وناقص ثلاثة وسين وناقص تنين قال لك المحدد هذا يساوي سفر قال لك فإن قيمة سين توساوي إما ألف واحد با ناقص واحد جيم صفر دال تنين في طريقتين اللي حل هذا السؤال الطريقة الأولى وهي كيف نفكوا المحدد هذا حنية وضع علينا أن المحدد عندنا ثلاثة في الثلاثة با هي فاكتبه زي ما هو اللي هو ثلاثة وناقص واحد واثنين وسفر وسفر واحد وناقص ثلاثة وسين وناقص تنين كتبته زي ما هو عاود العامود الأول والعامود الثاني اكتبه من هنا عندك ثلاثة وناقص واحد واثنين وسفر وسفر واحد تواشندير ونضرب عناصر القطر الرئيسي والنقص منهم عناصر القطر الفرعية همشي كله تتقييم يعني هذا في هذا في هذا بعدين هذا في هذا في هذا بعدين هذا في هذا في هذا هذا الرئيسي والنقص منهم اللي هو الفرعية إذا هذا الرئيسي نقص منه من فرع ما هو ثلاثة قيم هم شي يكون هذا في هذا في هذا نقص منه هذا في هذا في هذا بعدين هذا في هذا في هذا فيلا نبدو بالأول نكتبه عناصر قطر الرئيسي عناصر قطر الرئيسي هذا في هذا في هذا اللي هو ثلاثة في السفر في الناقص الثنين يمشي بسفر هذا كله زائد تضرب السفر في السين في الاثنين سفر في السين في الاثنين أيضا بسفر بل أن تضرب هذا في هذا في هذا ناقص ثلاثة في الناقص واحد بثلاثة في الواحد بثلاثة إذن زائد الثلاثة لأن الناقص ثلاثة في الناقص واحد إشارتين متشابهات فالناتج يساوي ثلاثة نقص من محاصل ضرب عناصر القطر الفرعي عناصر قطر الفرعي ما هو خلينا أمسحه ما اخينا مساها دو عفوا هنا عندي صين اذا عنا سقط الفرعي شن هو تضرب هذا في هذا في هذا ثلاثة في السفر بسفر في الاثنين بسفر بعدين ثلاثة في الصين في الواحد ثلاثة في الصين بثلاثة صين هذا كل شن يساوي هذا كل شيء يساوي الطرف الايفر اللي هو ağطيهولك هنا فكانا محدد اللي هو سفر اذا هذا كل يمشي سفر يقعد لي ثلاثة ناقص ثلاثة صين يساوي سفر نرفع 3 الطرف الآخر إذن ناقص 3 سين 2 ساوي ناقص 3 بالقسم على ناقص 3 للطرفين للتخلص من معامل سين تمشي هذه مع هذه ناقص 3 عن ناقص 3 تساوي 1 إذن سين 2 ساوي 1 فالإجابة صحيحة هي ألف مع الطريقة الثانية تعالوا أعزائي الطلبة شوفوها الطريقة الثانية وهي قال لك المحدد هذا 3 وناقص 1 و 2 0 و 0 و 1 و ناقص 3 و 20 و ناقص 2 يساوي 0 لاحظ أن عناصر العمود الأول يساوي عكس إشارة العمود الثالث لاحظ أن العمود الأول يساوي عكس إشارة العمود الثالث لأن هنا لديك 3 و هنا ناقص 3 و هنا لديك 2 و هنا لديك ناقص 2 بمنا هادي 3 وهادي ناقص 3 وهادي 2 وهادي ناقص 2 اذا شيش انتوا ساوي او شوفوا معايا العمود الاول عندك 3 يساوي ناقص اشارة العمود الثالث اللي هي ناقص ناقص 3 شوفوا معايا اخذينا هذه 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 سواقناها بهذه نفس الشي عندك عندك 2 تساوي عكس إشارة 2 في العمود الثالث إذن 2 تساوي ناقص 2 نفس الشيء هنا هي 3 تساوي 3 معناها 10 تساوي ناقص ناقص 1 إذن 10 تساوي ناقص في ناقص 1 إذن 10 تساوي ناقص 1 ومنها طلعنا قيمة 10 تساوي 1 فأنت تركز في خصائص المحددات با هي بش تكون خاشر امتحان مضمون السؤال اللي بعدها السؤال اللي بعدها قال لك إذا كان إذا كان اللي هو المحدد صين صاد عين ألف با جيم دال هاواو يساوي 8 قيمة المحدد هذا يساوي 8 فإنه 3 صين 3 صاد 3 عين 2 ألف 2 با 2 جيم دال هاواو يساوي إما ألف تساوي 16 با تساوي 14 جيم تساوي 24 دال تساوي 48 لاحظ معاي إن المصفوفة الأولى لاحظ معاي إن العفوان المحدد مش مصفوفة لاحظ إنه عندي هنا ثلاثة عامل مشترك من الصف الأول في المحدد هذا وعندي ثلاثة عامل مشترك في الصف الثاني فإذن ناخده نكتبوها من جديد ثلاثة سين ثلاثة صاد ثلاثة عين ثلاثة ألف ثلاثة با ثلاثة جيم دال ها واو ناخده ثلاثة عامل مشترك من الصف الأولى إذن ثلاثة لما ناخده ثلاثة عامل مشترك من الصف الأولى يصبحوا سين صاد عين لأنه ناخده ثلاثة عامل مشترك بعدين ش نديرو ناخده ثلاثة عامل مشترك من الصف الثاني فنديرو ناخده ثلاثة عامل مشترك كنا ثلاثة اخدناها من الصف الأول نضربوها في الثنين من الصف الثاني لأنه ناخده ثلاثة واثنين با هي بعدين تكتب بالمحدد زي ما هو خلاص محش عندي عامل مشترك تولي سين صادعين علش ولد سين صادعين لأنه ناخده ثلاثة عامل مشترك من الصف الأول وهنا تصبح ألف با جيم تصبح علش أنه ناخده ثلاثة عامل مشترك من الصف الثاني وهنا عندك دال ها واو لاحظ يا عزيز الطالب لاحظ يا عزيز الطالب إنه لاحظ إنه اللي هو المصفوف المحدد هذا يساوي نفس هذا نفسه نفس القيم نفسه سين صادعين ألف با جيم دال ها واو وبما أنه هذا يساوي هذا وهذا أيضا يساوي ثمانية معنى هذا أيضا نفسه يساوي ثمانية إذا الناس شو للأخير يصبح عندي ثلاثة الي عامل مشترك من الصف الأول فياثنين عامل مشترك من الصف الثاني في قيمة المحدد اللي هما متشابهات زي بعض في الثمانية إذا ثلاثة في الثنين بستة ستة في الثمانية ستة في الثمانية يساوي تمانية واربعين إذا إجابة هي دالة إجابة هي دالة كويص ممتاز قيم صين وصاد وعين ولام التي تحقق المعادلة عندك ثلاثة سؤال في المصوفات ثلاثة صين صاد عين لام يساوي معادلة عنا هذه أربعة في شني سين واثنين وناقص خمسة وصاد زائد ناقص ثلاثة وواحد وناقص واحد وناقص ثلاثة هي على الترتيب ألف ناقص سبعة وثلاثة 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 با ثلاثة وثلاثة وناقص سبعة وثلاثة با هي جيم ثلاثة وثلاثة وثلاثة وسبعة دال ثلاثة وناقص سبعة وثلاثة وثلاثة كويس إذا نحل المعادلة هذه لاحظ معاي عندك هنا ثلاثة في المصوفة هذه وعندك هنا أربعة في المصوفة هذه زائد هذه فحنا كيف نوزع العدد في المصوفة نوزعه على جميع عناصر المصوفة فنوزع ثلاثة في جميع عناصر المصوفة إذا تولي ثلاثة سين ثلاثة صاد ثلاثة عين ثلاثة لام وزعنا ثلاثة شين يساوي يساوي هذه باهي يساوي نوزع الأربعة نفس الشي أربعة سين أربعة في اثنين بثمانية أربعة في الناقص خمسة بناقص عشرين أربعة في الصاد بأربعة صاد باهي كويس زائد المصوفة الأخيرة اللي هي ناقص ثلاثة واحد ناقص واحد ناقص ثلاثة ومنها ثلاثة بدء يكون جماد منها حتى أردت هنا ثلاثة آخر ثلاثة Timothy تساوي anál enthusiastic ثلاثة ثلاثة سين تسوي أربعة سين ناقص ثلاثة ومنها نرفع الأربعة سين ضرف الآخر تصبح عندي ثلاثة سين ناقص أربعة سين تسوي ناقص ثلاثة ثلاثة سين ناقص أربعة سين ناخده إشارة العدد الأكبر إشارة العدد الأكبر هو ناقص أربعة إذن ناخده ناقص أربعة ناقص ثلاثة بواحد الواحد ما نكتبش معناها ناقص سين ثلاثة سين ناقص أربعة سين تسوي ناقص سين لأنه ناخده شرط عدد الأكبر ناقص بعد نطح الأربع مدتلاتة إذن ناقصين 2 ساوي ناقص 3 بالضرب في سالب للطرفين سالب واحد في سالب سين بسين 2 ساوي ناقص 3 في سالب واحد بثلاتة إذن سين تساوي 3 القيمة التانية نفس الشيء بنختصر الخطوات قيمة التانية 3 صاد 2 ساوي 8 زائد 1 3 صاد تساوي ثمانية زائد واحد إذن ثلاثة صاد تساوي ثمانية زائد واحد بتسعة بالقسمة على ثلاثة الطرفين تصبح عندي الصاد تساوي ثلاثة الصاد تساوي ثلاثة نمشي لي بعدها اللي هي اللي هي عي مش هادي عفوا ثلاثة عين تساوي ناقص عشرين ناقص واحد إذن ثلاثة عين تساوي ناقص عشرين ناقص واحد ثلاثة عين تساوي ناقص عشرين ناقص واحد بناقص واحد عشرين بالقسمة على ثلاثة الطرفين تمشي هادي مع هادي إذن عين تساوي ناقص عشرين على واحد بناقص سبعة كويس آخر واحدة فيهم اللي هي 3 لام تساوي 4 صاد ناقص 3 إذن 3 لام تساوي 4 صاد ناقص 3 إحنا الصاد طلعناها بتساوي 3 عوض بقيمتها إذن 3 لام تساوي 4 في قيمة صاد اللي هي 3 ناقص 3 إذن 3 لام تساوي 4 في 3 بـ 12 ناقص 3 إذن 3 لام تساوي 12 ناقص 3 بتسعة بالقسمة على 3 للطرفين تمشي 3 مع 3 ها 3 في يدنا 1 ها 3 في يدنا 3 إذن لام تساوي 3 إذن قيم الصاد وعينه لام فهي بالترتيب شين يساوي الصاد طلعناها بـ 3 والصاد طلعناها بـ 3 بالترتيب على التوالي 3 و 3 سين صاد عين لام سين صاد عين لام إذن 3 و 3 و ناقص 7 و اللام اللي هي 3 هل هي ألف غلط لأنه هني عندك ناقص 7 الأودى هل هي جيم 3 3 هني عندك ناقص 7 هدي لا هل هي دال 3 و ناقص 7 لا هل هي با 3 و 3 و ناقص 7 أو 3 إذن إجابة صحيحة هي باع وهذا هو إجابة السؤال السؤال اللي باع لها قل لك سين قل إذا كان إذا كانت سين تساوي ألف با جيم 2 دال دعونا نكبرها شوية إذا كان سين تساوي هيكي وكانت سين تساوي مصفوفة الواحدة من الدرجة التانية أي 2 معناها مصفوفة الواحدة من الدرجة التانية قال لك فإن فإن ألف زائد با زائد جيم زائد دال تو ساوي إما ألف ثلاثة با واحد ونص جيم 2 دال واحد كويس لاحظ معي إن سين تساوي مصفوفة الواحدة من الدرجة التانية إذن سين تساوي مصفوفة الواحدة من الدرجة التانية عبارة عن شيني واحد وصفر وصفر وواحد هذه هي مصفوفة الواحدة من الدرجة التانية هذه هي أي 2 هي واحد وصفر وصفر وواحد فعوض بدل قيمة السين هي عوض بدل قيمة السين هي عوض بدلها وين؟ تعوضها بدل الصين اتنين اذا عوض بقيمتها واحد وصفر وصفر وواحد شين يساوي يساوي الطرف الايسر اللي هو الف با جيم اتنين دان ومنها ركز معي الف تساوي واحد الف تساوي واحد با هي با شين تساوي البا تساوي سفر البا تساوي سفر با هي جيم شين تساوي جيم تساوي سفر جيم تساوي سفر والتنين دال شين تساوي تنين دال تنين دال تنين دال تساوي واحد اذا تساوي كل العناصر من المصفوفة هنا في العناصر التي تنظرها بهي إذن ألف زائد باء زائد جيم زائد دال تساوي عوض بقيمة ألف اللي هي واحد الباء بسفر جيم بسفر في الدال أو 2 دال تساوي واحد لابدنا معوض بقيمة دال بما أن 2 دال تساوي واحد معنى دال شن تساوي 2 دال تساوي واحد بالقسم على 2 الطرفين إذن دال تساوي نص عود بقيمة هنا إذن نص إذن ألف زائد باء زائد جيم زائد دال واحد زائد سفر زائد سفر زائد نص واحد زائد سفر هو يمشي وسفر هو يمشي إذن واحد زائد نص واحد زائد نص وشو يساوي واحد ونص هل هي ألف أو باء أو جيم دال طبعا الإجابة الصحيحة هي باء إنه ناتج ساوي واحد ونص كويس آخر سؤال عندنا وهو والسؤال في المصفات والمحددات اخر سؤال لنا قال لك قال لك شنجر التاني قال لك واحد وصين واثنين وناقص واحد وستة وخمسة المحورة متعتها شن تساوي تساوي واحد ناقص واحد ناقص ثلاثة ستة اتنين صاد قال لك فإنه سين في صاد تساوي ناقص ثمانية بهي فاركز معي قال لك محورة المصفوفة هادي محورتها تساوي اللي هو المصفوفة هادي محورة المصفوفة ليعلمين تساوي المصفوفة هادي فخلينا نظر محورتها محورتها شن تساوي تقلب الصف عمود الصف الاول اللي هو واحد وثين واثنين تقلب عمود واحد سين واثنين نفس الشي الصف التاني ناقص واحد وستة وخمسة تقلب العمود ناقص واحد وستة وخمسة شن يساوي هذا يساوي قال لك الواحد وناقص واحد وناقص ثلاثة وستة واثنين وصاد كررت هذا مجديد لاحظ أن العمود الأول في المصوفة الأولى يساوي العمود الأول في المصوفة التانية العمود الأول في المصوفة التانية 이라는 بما أن الواحد تساوي واحد والتنين تساوي اثنين تساوي اثنين تساوي ناقص ثلاثة ركز معي بما أن العمود التاني يشبه العمود نفس العمود العمود التاني في المصوفة الأولى يساوي نفس عناصر العمود التاني في المصوفة التانية العمود التاني في المصوفة الأولى يساوي نفس العمود الثاني في المصوفة الثانية نقص واحد ساوي نقص واحد وستة ساوي ستة إذن ساتين تساوي الصاد تساوي خمسة إذن هل سين في صاد تساوي هل سين في صاد تساوي سالب الثمانية نضربه سين في الصاد إذن السين تساوي نقص ثلاثة في الصاد الخمسة ناقص 3 في 5 بناقص 15 هو قال لك ناقص 8 إذن إجابة خطأ وهذا هو بالنسبة للفيديو نتمنى تكونوا قد استفدتم معي شكرا جزيلا وسلام عليكم